نمر الآن إلى sample problem number 3 هنا عندي شكل جديد ودائما الهدف هو locate the center of the plane area shown يعني لح تجيب ال-X وال-Y كم قيمتهم طبعا هنا أول مرحلة أقوم بها أني أقسم الشكل المركب هذا إلى مجموعة أشكال بسيطة زي هنا 2 مثلثان ومستطيل وحسب الأرية الأرية بالنسبة للمثلث هي القاعدة في الارتفاع على 2 وبالنسبة للمستطيل هي القاعدة في الارتفاع أطبق هذه القواعد بالنسبة للمستطيل عنده القاعدة متاعه 126 وهنا الارتفاع أمتاعه بيساوي سبعة بيساوي أربعة وخمسين 126 ضارب وخمسين بتعطيني 6804 بالنسبة للمثلث عندي 126 اللي هو المثلث الثاني هذا المثلث يعني الشكل رقم 2 126 كعرض وعندي وعندي كارتفاع هو المسافة من هنا الهنا اللي هي بتساوي 30 126 ضارب 30 على 2 بتعطيني 1890 بالنسبة للمثلث الأخير هنا عندي العرض بيساوي 72 من هنا الهنا والارتفاع بيساوي من هنا إلى هنا 48 وكلها معطيات ضارب نص بتساوي 1728 أكون كده حسبت الأريا بتاع الأجسام المركبة أو المكونة للجسم أو الأريا المعطات طبعا هنا الـ X والـ Y لكل جزء لحاله مثلا هنا أبدأ بالـ C1 المسافة من هنا إلى هنا هي عبارة على 54 على 2 تعطيني 27 هذه هي Y والنسبة للـ X هي المسافة من هنا إلى هنا يعني لو أنا قسمت 126 على 2 رح أجد 63 لو طرحت 72 من 63 رح أجد 9 وهذه بالنسبة لي هي المسافة X اللي هي أحداثيات X والY هم أحداثيات C1 بالنسبة للمستطيل نفس الشيء بالنسبة للمثلث هنا طبعا المسافة من هنا إلى هنا بتساوي 72 والمسافة هذي كاملة بتساوي 126 طبعا الصونترويد بالنسبة المثلث يكون دايما موجود في ثلث المسافة من هذه الجهة بالنسبة المثلث اللي عندي هنا 126 على ثلاثة بتساوي 42 لو طرحت 72 من 42 رح أجد 30 وهذه بالنسبة هي X بالنسبة للسنترويد للمثلث أو الشكل رقم 2 بالنسبة للY نفس الشيء هنا ثلث المسافة هذي كلها بتساوي 10 10 زائد 54 10 زائد 54 بتساوي 64 ملي متر بالنسبة بالنسبة للمثلث الثالث رقم 3 أو الشكل رقم 3 48 هي عبارة على المسافة من هنا الهنا اللي هي 72 على 3 ضارب 2 بتساوي هنا 48 لأنه الهنا رح يكون موجود من هذه الجهة فبالنسبة للمسافة هذي تعتبر هي ثلث 72 والمسافة هذي تعتبر ثلثين بالنسبة بالنسبة 72 الآن بالنسبة للY وخلوا بالكم هنا الY هذي جاية تحت المحور X فرح تكون في إشارة سالبة والمسافة هذي لو كلها بتساوي 48 ثلثها كم يساوي 48 على ثلاثة بتساوي 16 طبعا الإشارة السالبة لأنه في الجزء السفلي تحت المحور X فبتعطيني هنا سالب 16 والآن بقية العملية سهلة يعني تضرب الأرية في X عشان تجد A X وهنا الأرية في Y عشان تجد Y A وتعمل نفس العملية بالنسبة للمستطيل المثلث الأول المثلث الثاني بعدين تعمل هنا المجموع وهنا أيضا المجموع بتعكل النتاج اللي وجدتوهم بالنسبة للشكل الأول والثاني والثالث نفس الشيء بالنسبة للأرية بالنسبة للشكل واحد والثاني والثالث والبقية تكون تطبيق مباشر للقاعدة مجموع XI YAI على A يعني المتين هذه أجيبها هنا وأقسمها على مجموع الأرية التي هي 10.42 تحصر على 19.27 وهنا بالنسبة للواي نفس الشيء مجموع YI AI على AI وهنا بتكون 277 على مجموع الأرية وبتعطيني كنتيجة 26.6 يعني هذه تقريبا اللوكيشن متاع الصنترويد اللي موجود هنا زي ما نشوف هنا على الرسمة هذا هو الصنترويد C1 بمسافاته يعني 26 هي المسافة من هنا إلى هنا تقريبا رح يكون موجود عفوا في هذا المكان من هنا هنا عندي 26.6 ومن هنا هنا رح تكون عندي 19.27 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر